فيما يخص تنظيم عملية العمرة هي عملية تنظم أشهر إنما نقول سنة قبل موعد ذهاب المحتمرين لأن الأمر يتعلق بفنادق موجودة في المملكة العربية السعودية كل الدول تسعى لأن تختار أفضل فنادق لمحتمرها وكذلك الأمر متعلق بشركة طيران التي تسطر برامج طيران على الأقل على مدى عام القادم وكذلك سياحة الأصفار بكل صراحة وموضوعية الآن متضمرة جدا من الوضع الحالي التي هي فيه فبعد كل الإجراءات التي قامت بها السلطات العميمة على غرار فتح المجال الجوي إعادة معدل رحلات لما كان عليها سبق كورونا قرار مجلس الوزراء بضرورة تكثيف رحلات العمرة إلى أن في الواقع لحد الساعة الخطوط الجوية الجزائرية لم تضع برامج لرحلات العمرة ونحن قبيلة عشية الموسب كيف تستطيع الوكالة الآن تأجير فنادق في المملكة العربية السعودية والتي الآن تقريبا نسبة الإمثلاتها هي أكثر من 90% فيما يخص الأسعار كذلك كنا ننتظر العودة الأسعار المعقولة التي كانت قبل كورونا ولو تكون نسبيا زيدة 20% لكن العام هذا بكل صراحة الوضع جد صعب بالنسبة لي وكالات السياحة التي لحد الساعة لم تستطر برامج رحلات العمرة مع الخطوط الجوية الجزائرية ولا الخطوط السعودية إلا بعض الرحلات التي جاءت عن طريق شركات خاصة مثلا طيار الناس السعودي أو شركات الأجنبية التي تقدم رحلات غير مباشرة التي انتهزت الفرصة على غير خطوط تركية وغيرها التي الآن استحوذت على نسبة أكثر من 50% من السوق التي المفروض يروح لشركة الوطنية